أنا من بين الذين يقولون أن الخلاف والاختلاف بالعمل السياسي حالة طبيعية جداً لأنني أسترد أن هذه الخلافات في مجملها بالتالي تصل إلى توافقات وهي بعض الأحيان منشطة للذاكرة وللفكر وللعقل وللمراجعة وللموائمة أيضاً أما خلاف يستمر لمدة عشرين سنة من دون أن تجد إلى حل فهاي حالة مرضية وحالة معدية وحالة غير صحية تؤشر على خلل كبير أن هذه القوى السياسية المختلفة مع بعضها البعض على مدى عقدين من الزمن لابد لها أن تروح للطبيب تراجع مستشفى أمراض عقلية تسوي سونار السورانين تشوفوا لها يرحون يموم عباس الكشافة لأنه ما يصير خلافات من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما نعرف وكل من يجي يقول لك يا بليش مختلف يقول لك والله أنا سق في القانون والدستور لا تقول لي الدستور المصخم هذا أبو الناصرية يشوف الدستور شكل أبو كاركوك يشوف دستور شكل أبو أربيلي يشوف الدستور شكل نحن نشوف الدستور شكل ياخي لازم أكون مرجعية قانونية ودستورية يجب أن تحترم هل سقبل العرب عتم مثل يقول لك الماء عدة شبير يخلي الأعمامه واستشير فلازم تكون أكون مرجعية نحتكم إليها أولا ثانيا نحترمها ثالثا نطبق لها القرارات الموجودة هي العملية السياسية ما بها شبير وما بها قانون وعملية الذهاب إلى الدستور وتطبيق الدستور ترهية مغالطات وكذب على الذقون هذه الخلافات ضحاياها الناس من ذاك اليوم إلى اليوم حدنا طلابه الأقليم والمركز المركز والأقليم قعدة والولد هبطة والولد اجتمع والولد سافرة والولد اتفقى والولد يا الله صلوا على محمد اتفقى خربة والولد طقى والولد ناقشة والولد تعدلة الولد خربة الأمور زين شعب أقليم كردستان والعراق بمجمله والعملية السياسية انتوا وانتردون توسطون بكل هذا وانتردون توسطون لازم تكون عدكم مرجعية سياسية ولا بد لكم أن تحترموا اتفاقاتكم ولازم تحترمون الدستور ولازم تحترمون المحكمة الاتحادية والتعامل وفق القانون ما يقره القانون غصبا على كل رأس حاكم ومحكوم يجب أن يحترمه أما والله هذا زعيم وهذا رئيس كتلة وهذه قضية شوهت سمعتكم ولو البعض من عدكم أصلا ما عد سمعة حتى تشوه موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة